السلام عليكم ورحمة الله وطلبنا الأحباء مع بعض كده النهاردة ان شاء الله هنشرح درس الاسم المقصور الدرس سهل وبسيط وميسر وجميل وكل حاجة ان شاء الله ولكن ركز معنا أثناء الشرح وان شاء الله ينزل لك حل تدريبات على الدرس ده هنشرح لك فيها ازاي بنحل السؤال وازاي بنتعامل معاه وفكرة الأسئلة وكمان أفكار على كل الدروس دي يلا بينا نبدأ بسم الله يعني اسم مقصور أصلا لما نيجي مثلا نقول كلمة زي كلمة فتا وكلمة زي كلمة عصا وكلمة زي كلمة عليا وكلمة زي كلمة أعلى كل الكلمات دي مرة الكلمة آخرها ألف ولكن ألف لينة كده ما قبلها مفتوح فقولنا فتا ومرة تانية الألف مرسومة صحيحة كده وما قبلها أيضا مفتوح وبرضو الألف هنا صحيحة كده وما قبلها مفتوح طيب وأعلى برضو نفس الفكرة ألف لينة وما قبلها مفتوح آه هو ده بقى يا سيدي الاسم المقصور اسم أخره ألف سواء كانت الألف ألف صحيحة أو ألف لينة اسم آخره ألف سواء كانت الألف دي ألف صحيحة أو ألف لينة تمام حلو جدا ولكن ولكن ما قبل الألف مفتوح فقولنا فتا ما قبل الألف مفتوح عصى ما قبل الألف مفتوح عليا ما قبل الألف مفتوح أعلى ما قبل الألف مفتوح يبقى هو اسم آخره ألف سواء كانت ألف صحيحة أو ألف لينة ولكن ما قبل الألف في الحالتين مفتوح طبعا يبقى ده اسمه الاسم المقصور كده عرفنا شكل الاسم المقصور طيب أنا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة قوي وتركز معاه كويس جدا في الثلاث دروس اللي هم الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود تاني 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 في الثلاث دروس اللي هو درس الاسم المقصور ودرس الاسم المنقوص ودرس الاسم الممدود مطلوب منك تعرف حاجتين عن الدرس الحاجة الأولى ركز كده شكل الاسم يعني شكل الاسم المقصور زي ما احنا قلنا دلوقتي شكل الاسم المقصور تمام قلنا انه هو اسم آخر وألف ما قبلها مفتوح سواء كانت الألف ألف صحيحة أو ألف لينة رقم اتنين تعرف ازاي بثني وبجمعه جمع سالم سواء جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم يبقى في رقم اتنين مطلوب منك تعرف التثنية والجمع جمعا سالما ازاي بقدر ثنيه وازاي بقدر اجمعه طب خلاص احنا دلوقتي عرفنا ان انا عايز اعرف معلومتين اخرج من الدرس ده بالمعلومتين دول لو انا اقدر تحقق ان انا اكون عارف المعلومتين فخلاص الدنيا تمام المعلومة الاولى شكل الاسم المقصور وده خلاص على افناء اسم آخر وآلف كده أو آلف كده ما قبلها مفتوح التثنية او الجمع لسه هنقولها طب يلا بينا بقى نشوف ازاي بنثني الاسم المقصور وازاي بنجمعه رقم واحد هنتكلم عن التثنية والجمع جمع مؤنث سالم دايما على طول كده التثنية هي نفس الحاجات اللي انا بعملها في التثنية برضو بعملها في الجمع جمع مؤنث اللي انا بعمله في التثنية بعمله في جمع المؤنث طيب انا لو عايز اثني الاسم المقصور اواجمعه جمع مؤنث سالم خلي بالك انا ما تكلمش عن جمع المذكر السالم خالص انا بتكلم عن التثنية والجمع جمع مؤنث سالم اولا هنروح نشوف الالف لو الالف بتاعته كانت الحرف الثالث فبنسميها الف ثالثة طب لو الالف بتاعته هي الحرف الثالث نعمل ايه عشان نسنيه او عشان نجمعه جمع مؤنث سالم لو الالف هي الحرف الثالث ترد الالف الى اصله ترجع الالف الى اصله طب انا هعرف اصلها منين بسيطة والموضوع هاي لو هي مرسومة كده الف صحيحة ساعتها يكون اصلها واو لو هي مرسومة كده الف لينة ساعتها يكون اصلها ياء تمام يبقى لو الالف هي الحرف الثالث ترد الى اصله طب وبعد ما ردها الى اصله ما خلاص يا عم انت خلصت ردتها لاصلها بعد كده تضيف علامة التثنية او الجامعة ازاي تعال نشوف انا مثلا عندي كلمة زي كلمة عصة عايز اعمل ايه في كلمة عصة دي عايز اثنيها او اجمعها جامع مؤنف اولا هروح اشوف الالف بتاعتها هي الحرف التالت ولا لا فعلا الالف هنا هي الحرف التالت اهى الالف هنا هي الحرف التالت حلو هعمل ايه بقى هي الحرف التالت اعمل ايه هرجع الالف لأصله طب ما احنا قلنا لما تكون الالف مرسومة كده ساعت هيكون أصلها واو طب حل هرجع الالف لأصله اللي هو واو رجعتها لأصله اللي هو واو بعد كده بعد كده شوف انت عايز تعمل ايه وعماله وانت عايز تثني هتزود الالف والنون لو الكلمة مرفوعة والياء والنون لو الكلمة منصوبة او مجرورة ده في حالة التثني طب لو انا عايز اجمع جمع مؤنث سالم هزود الالف والتا بس كده يبقى انا رجعت الالف لأصلها اهو وبعدين هضيف الالف والنون لو الكلمة مرفوعة اولياء والنون لو منصوبة او مجرورة ده لو انا عايز اثني وهضيف الالف والتا لو انا عايز اجمع جمع مؤنث سالم طب انا عندي كلمة زي كلمة فتا الالف هنا هي الحرف التالت طب انا عايز اعمل ايه عايز اثني او اجمع جمع مؤنث ترد الالف الى اصلها لو هي الحرف التالت فاصلى هين اليا ارجعها الاصلى اللي هو اليا وبعد كده اضيف الالف والنون في حالة الرفع واليا والنون في حالتين نصب والجر طب انا كده خلاص ثنيته طب انا عايز اجمع جمع مؤنث هتضيف الالف والتا بس يبقى انت هترجع الالف لأصلها وبعدين تضيف الالف والنون لو الكلمة مرفوعة واليا والنون ده في حالة التثنين ولو انت هتجمع جمع مؤنث سالم فهتضيف الالف والتالي بس كده تمام جدا ده في حالة اذا كانت الالف هي الحرف التالت طب لو الالف بتاعتي هي الحرف الرابع لو الالف رابعة او خامسة او سادسة لو الالف الحرف الرابع او الخامس رابعة فاكثر يعني رابعة او خامسة او سادسة مثلا اعمل ايه لو الالف هي الحرف الرابع او الخامس او السادس تقلب ياء وانت مغمض بس قلبها ياء على طول طب وبعد ما قلبها ياء ما خلاص يا سيد انت كده خلاص خلاصت ازاي ما هتقلبها ياء وبعدين تشوف انت عايز تعمل ايه وتعمله ازاي انا مثلا عندي كلمة زي كلمة مصطفى اول حاجة افكر فيها الالف هي الحرف رقم كام الالف هنا هي الحرف واحد اثنين تلاتة اربعة الخامس اه طالما رابعة فاكثر تقلب ياء طب حلو قلبتها ياء بعد كده اضيف الالف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر طب انا عندي كلمة زي كلمة الدنيا نفس الفكرة الالف هنا هي الحرف الرابع ركز بقى معايا فتقلب الالف دي الياء ادى النون ادى الدال ودى النون ودى الياء وبعدين الالف اللي قلبت ياء هاي وبعدين لو الكلمة مرفوعة احط الالف والنون ولو منصوبة او مجرورة حط الياء والنون او عتقول ان انا لما حط الياء والنون يبقى عندي ثلاث ياءات ايه يعني دنيا ييني دنيا ييني انت بتمشي بالقعدة مش بدماغك عندي ثلاث ياءات عادي جدا مفيش مشكلة ماهي الالف هنا اصلا اصلا انا كان عندي ياء اصلية وبعدين قلبت الالف دي الياء فبقى عندي اتنين ياء ولما ضفت الياء والنون في حالة النصب والجر بقى عندي ثلاثة ياء فخلاص ما عنديش مشكلة تمام طب لو انا هجمع جميع مؤنس هضيف الالف والتاء بس كده تمام جدا برضو لو انا عندي كلمة زي كلمة عليا نفس الفكرة الالف هنا رابعة فتقلب ياء اهيه عليا ياء على بتاء ياء ولما جثني حط الالف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر فقول عليا ييني ثلاث ياءات مفيش مشكلة خالص تمام او الالف والتاء طبعا انا عايز اجمع جمع مؤنس سالم تمام جدا طيب ده في حالة التثنية والجمع جمع مؤنس سالم لو الالف هي الحرف التالت بترجع على الاصلة وبعدين تضيف علامة التثنية او الجمع لو الالف هي الحرف الرابع او الخامس او السادس ساعتها بتقلب الالف لياء وبعدين تضيف علامة التثنية او الجمع طيب لو انا هجمع جمع مذكر بقى لو انا هجمع جمع مذكر سالم خلي بالك من النقطة دي كويس اوي لو انت هتجمع جمع مذكر سالم الموضوع سهل في جمع المذكر واخد المعلومة دي مني جمع المذكر السالم او المذكر عموما ما بيحبش حاجة معي يعني ما بيحبش حاجة معي يعني دايما لو انت هتجمع جمع مذكر سالم احذف على طول جمع مذكر سالم احذف طير الالف خالص وبعدين خلاص حط اللي هو النون في حانة الرفع واللي يقوي النون في حالتين نصب والجر تمام ازاي انا عندي كلمة زي كلمة رضا عندي كلمة زي كلمة رضا الكلمة دي انا عايز اجمع جمع مذكر سالو حلو هتطير الالف خالص فبقى عندي الرأ والضادة هاته طب وبعدين خلاص يا عم انت خلصت لو الكلمة مرفوعة حط واو نون لو الكلمة منصوبة او مجرورة حط ياء ونون بس كده تمام فتقول ايه رضونا رضينا تمام جدا طب لو انا عندي كلمة زي كلمة مصطفى ما عنديش يا جماعة بقى في جامعة المذكر السالم الالف ثالثة ولا رابعة مفيش الكلام ده الالف ثالثة رابعة خمسة جامعة المذكر السالم عايز تجمع احزف الالف حط اللي هو ونون في الرفع اللي هو ونون في نصب الجر خلص الموضوع تمام عندي كلمة زي كلمة مصطفى عايز اجمعها جامعة ومذكر احزف الالف ضع وونون في حالة الرفع ويقونون في حالتين نصبه الجرد وسيب الفاء زي ما هي مفتوحة ما تقولش مصطفينة ما تقولش مصطفينة سيب الفاء زي ما هي مفتوحة محدش قال لك اعمل حاجة هي كان اسمها مصطفى والفاء مفتوحة سيب الفاء زي ما هي وهو عتقول اصلاها كده ليقى مصطفينة مش حاجة اسمها مصطفينة ما فيش الكلام ده لا فيه فما سيب الفاء زي مهين برضو عندي كلمة زي كلمة مرتضى لو انا عايز اجمع جمع مذكر سالم هاحزف الالف واضع ووانون في حالة الرفع ويقوانون في حالتين نصب والجر برضو لو انا عندي هقول مرتضونة او مرتضينا برضو لو انا عندي كلمة الاعلى عندي هنا عايز اجمعها جمع مذكر سالم فهاحزف الالف وبعدين اضع ووانون في حالة الرفع وليقوانون في حالتين النصب والجر طيب يبقى خلاص كده انا فهمت لما باجي فهمت الاول رقم واحد شكل الاسم المقصور عامل ازاي اخر والف مفتوح ما قبلها رقم اتنين فهمت في الدرس ده ان شروط التثنية نفس شروط الجمع جمع مؤنث سالم فاللي انا بعمله في التثنية بعمله في الجمع جمع مؤنث سالم فلو الالف الحرف الثالث ارجعها الاصلة وبعدين اضيف علامة التثنية او الجمع لو الالف الرابع فاكثر تقلب ياء طيب لو انا هاجمع جمع مذكر سالم تحزف خالص وبعدين اضيف الوا والنون او الياء والنون طيب انا عايزك تاخد بالك بقى من معلومة مهمة او لا انا عندي مثلا 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 كلمة زي كلمة ايه ركز معايا كويس كلمة زي كلمة مثلا اعلى وبيقول لي اجمع الكلمة دي جمع مؤنث فالولا يوم عامل ازاي قولك اه بس الالف هنا هي الحرف الرابع فانا لما اجي اجمع جمع مؤنث اه الالف رابع فتقلب ياء اه يا سيدي هلبتها ياء وبعدين اضيف الالف والتاء فتبقى اعليات وتبقى الدنيا تمام وكمان تلاقي اعليات دي اللي هي اشطانك وصلك ليها موجودة عندك في الاختيارات او ممكن تلاقي اول اختيار كمان اه بحس ان انت تبقى ايه خلاص متأكد ان انت حليت ووصلت يعني اللي انت عملته ده خطأ ليه كلمة اعلى دي مذكر فما ينفعش تجمعها جمع مؤنث هي كلمة مذكرة هتجمعها جمع مؤنث ازاي انت ترضي حد يجمعك جمع مؤنث او انت ترضي حد يجمعك جمع مذكر ازاي تمام ازاي الكلام ده طب وما لا اعمل ايه ركز معايا كده سي الكلمة لو مذكر بتكون على وزن افعل ولو مؤنث بتكون على وزن فعلا فلو هو جايب على وزن افعل تكون مذكر زي مثلا كلمة زي كلمة اعلى اعلى ده مذكر فلو طلب مني اجمع جمع مذكر تمام هاحزف الالف واضع ووانون او يا وانون طب لو طلب مني اجمعها جمع مؤنث لا لازم اجب منها المؤنث الاول طب المؤنث من افعل فعلا فالمؤنث من اعلى عليا وابتدى اتعامل مع عليا مش مع اعلى ابتدى اتعامل مع عليا اه عليا الالف هنا هي الحرف الرابع فتقلب ياء وبعدين اضيف الالف والتاء فتبقى عليا يبقى لو الكلمة مذكر وهو عايز نجمعها جمع مؤنث فروح اجيب منها المؤنث الاول وابتدى اتعامل مع المؤنث اجيب جمع المؤنث من المؤنث مش من المذكر طب لو الكلمة مؤنث وهو يعني مثلا عندي كلمة زي كلمة عليا وبيقول لي جمعها جمع مذكر لازم اروح اجيب المذكر منها الاول المذكر منها اعلى وبعدين ابتدى اتعامل معها اعلى ابقى خلاصة الكلام انا بجمع المذكر جمع مذكر ده الطبيعي وبجمع المؤنث جمع مؤنث ولو هو اجيب لي كلمة مؤنثة وبيقول لي جمعها جمع مذكر اجيب منها المذكر الاول وبعدين ابقى اجمعها طب لو العكس لو هو اجيب لي كلمة مذكرة وبيقول لي جمعها جمع مؤنث اجيبي المؤنث الاول وبعدين باجمع تمام كده احنا كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى نكون وصلنا لنهاية شرح الاسم المقصور هينزلك حل تدريبات على الدرس ده مهمة ان شاء الله ويرب نكون افدناكم ونراكم دايما على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته